من أكثر الألعاب المنتظرة بالـ 2023 هي Redfall صارت لي فرصة ذهبية أن نجرب اللعبة على أرض الواقع وشارككم انطباعات مبكرة قبل إصدارها بأكثر من شهر ونص متحمس بصراحة لهالفيديو لأنه فيديو دسم وبيستاهل وقتك فظبطنا الآن باللايك والاشتراك ويلا بدون أي كلام أكتر خلونا نبدأ Redfall بتجينا من استيديو أركين اللي لطالما اشتهر بسلسلة Dishonored أو ألعاب رائعة مثل Prey و Deathloop لكن مع Redfall قرر الاستوديو يخرج عن أسلوبه المعتاد ويقدم لنا هالمرة عالم مفتوح بالكامل فيه نشاطات جانبية كتير وفيه الأشياء اللي بتشوفها عادة بالعوالم المفتوحة وأنا تعمت أني أقول عادة لأنه فعلا العالم المفتوح بRedfall لو بدي أوصف لكم إياه بعبارة وحدة فأفضل عبارة هي عالم مفتوح اعتيادة قضيت نص وقته مع Redfall باستكشاف عالمه واللي شفته هون حقيقة كان محبط ولا يرتقي لمستوى الترويج للعالم المفتوح اللي عم يحاولوا يبيعون اللعب عليه بمجرد انتهاء من التجربة سألت نفسي سؤال سريع وبديه جداً شو الشي المميز اللي قدميته Redfall بعالمه ما قدميته لعبي مثل Far Cry مثلاً فالنشاطات الموجودة تقليدية لأبعد الحدود مكان آمن بدك تروح تشغل فيه الكهرباء منطقة فيه Vampires بدك تنظفها مهمة عشوائية هيك بتطلع لك فجأة لازم تروح تنفذها نداء استغاثي فينك تلبيه هالأفكار المكررة هاي بالعوالم المفتوحة باستثناء فكرة وحدة رح احكي عنا بعد شوي ما لقيت شي بالعالم المفتوح يخليني فضلوا على كتير ألعاب نازلي بآخر عشر سنين ولما ضربت المثل بفاركراي تحديداً ترا كان مقصود لأنه كتير إيجاني فيب فاركراي أثناء التجربة فعوالم هالسلسلي لا ترتقي للمستوى الأسطورة لكنه بنفس الوقت مستحيل قول عنا سيئة وهذا تماماً بينطبق على عالم Redfall من اللي جربته لحد الآن لكن العالم فيه فكرة كتير زريفة بصراحة واللي هي إنك كلما لعبت مراحل أكتر وقتلت Vampires أكتر بيغضبوا منك أوكي بيرتفع عداد الغضب ولو وصل العداد هذا لأعلى شيء بيطلع لك الزعيم تبعهم وبيزلزل الأرض وبيواجهك مواجهة جداً صعبة وبيكون عندك خيارين إما إنك تهرب على المنطقة الرئيسية وتتجنب القتال أو تواجه المخاطر وتقاتلوا ولو واجهته وهزمته رح تاخد مكافآت طيبة لكن بصراحة ما بعرف شو العقوبة لو قتلك لإني كنت كتير لعيب وما سمحت له إنه يقتلني حبيت كمان كيف إنك لما بتموت انت فعلياً ما بترجع لورا بل بتكمل على نفس اللي وصلت له باختلاف إنك الآن عدت للحياة من آخر منطقة حفظ شلون يعني؟ يعني لو في منطقة في عشر أعداء أتلت سبعة منهم ثم بعدين أتلوك هزموك يعني متت لما بترجع ما رح تعيد قتال العشرة كلهم من أول وجديد لا خلص رح تواجه لثلاثة المتبقين فقط وهذا التوجه الصحيح للعالم المفتوح قرار تصميمه قد يبدو لك جداً بسيط لكنه جداً ذكي أيضاً كان التعاوني مع الأصدقاء؟ لأ لعبت لحالة سولو على مستوى الصعوبة المتوسط وفعلاً واجهت صعوبة كتير كبيرة بمواجهة كتير أعداء ولعل أكثرهم كانوا مصاصين الدماء نفسهم واللي زاد الصعوبة أكتر بوجهة نظري هو إنه في أساسيات مفتقرة بصراحة مثل إنك ما بتقدر تقتل الأعداء بالتخفي نعم يعني لو كنت متخفي هيكي ووصلت لورا العدو شوي شوي بدون ما ينتبه عليك ما في خيار إنك تطعنه بالظهر ويموت مباشرة لابد إنك تواجهه أو إنه عداد الصحة ما بيتعبت القائياً بل لازم تستخدم متكيت هلأ ما بعرف هاي النقطة بصراحة هو تفضيل شخصي طبعاً بس بشوف إنه لعبي مثل هيك المفروض إنه الهيلث يتعبت القائياً لكن ممكن بما إنه الطابع العام للعبتنا فيه سيرفايفل بجانب عناصر الار بي جي وعناصر الرعب بشكل عام فمنطقياً الخيار هذا لابد يكون موجود بالمقابل لاحظت كتير هير أمور عظيمة بلعبة ريد فول للأسف ما حسيت إنه عم تاخد نفس الزخم والاهتمام التسويقي شغلات بمجرد ما تفاعلت معه لقيت نفسي مستمتع متعة لا توصف فالديمو اللي جربته كان مركز بشكل كبير على التجربة الفردية وعن رغم إنه كنت متخوف من مستواها من هالناحية بس فيه نأكد لكم إنه التجربة الفردية قمة بالمتعة إحساس التجربة أثناء اللعبة الفردة ميال أكتر لجانب الرعب هاد الإحساس ما بتوقع رح يكون موجود أبداً لما بتلعب مع أصحابك الأجواء هيكي بالعالم بتحسها عم تساعد عن الرعب أصوات الأعداء وهمساتهم وصراخاتهم لما بيكونوا نايمين وبتمشي جنبهم شوي شوي بتخاف إنهم يصحوا شغلات بتخلي التجول بالعالم بحد ذاته مخيف أيضاً في مناطق كتيهير مصممينها بأسلوب مرعب خصوصاً اللي موجودة بالمهام الرئيسية هيكي مكان مظلم تمشي فيه ما بتعرف شو في قدامك مشغل الكشاف وعم تمشي وممكن فجأة يطلع بوجهك فامباير نايم وما رك منتبه له رعب متصمم بشكل جداً رائع بصراحة وهذا بيقودنا لأفضل شي بريد فول بتجربتي البسيطة ورأيي المتواضع واللي هو طبعاً تصميم المراحل تصميم مراحل القصة الرئيسية شي خرافي فيه لمسة أركين المميزة بالتصميم نصدقون لو لعبت اللعبي هاي بدون ما أعرف إن ريت فول بمجرد ما إلعب أي مرحلة رئيسية مباشرة رح قولك لاحظة 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 أنا بعرف المطورين هدول أركين صح؟ تصميم المراحل هون على أعلى مستوى ديناميكي لأبعد الحدود بنهج تصميمي عبقري حبيت بناءهم للأماكن وكيف كل ياته مصممي باعتناء لاحظت إنهم أيضاً استفادوا كتير من ديث لوب فيه نهج مميز بتصميم مراحل ديث لوب وخصوصاً من ناحية الأوراق وتلميحاتها وحلول الألغاز والعقبات والاستكشاف داخل المرحلة والأوبجيكتف الرئيسية كل هالأشياء موجودة بريد فول وهذا يا جماعة أركين بأبها حلة لو ما بتعرف هذا الاستوديو ترى اللي ميزهم من أول لعب إلهم كان تصميم المراحل والآن بقدر نام وأنا مرتاح نفسياً إنه تصميم مراحل طور القصة لازال محافظ على نفس رونق الأسطورة الغامر العبقري بمهام ذكية وعقبات رائعة وتسلسل ذكي للمرحلة وتطوراتها هذا غير إعطاء اللاعب الساند بوكس اللي بيرتاح فيه أو خاي نقول بالعربي إعطاء اللاعب حرية إنهاء المهمة بالشكل اللي بده إياه ابتداءاً من لما بتفوت على المرحلة وكيف حرفياً في عندك عشرات الطرق لتدخله عشرات التكتيكات لحتى تنفذها لما بتبدأ المهمة نفسها والمطلوب إنك تنفذوا فيه إلو عدة طرق مثلاً في مرحلة كان في باب لازم تفتحوا بمفتاح أوكي؟ طلعت هيك قلت لا 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 مستحيل تكون هاي الطريقة الوحيدة للدخول مستحيل أركين يحطوا لك مفتاح مشان تفتح فيه الباب وما في غيره طريقة أخرى بلشت تفلف حوالي المكان لحتى اكتشف طريقة أخرى للدخول وفعلاً الأستوديو ما خيّة بظني أبداً ولقيت طريق بديل لو ما بدي افتح بالمفتاح هذا يا جماعة هو تصميم المراحل بأبها حلة مشان هيك أنا بحب هذا الأستوديو يا جماعة بيعطيك أكتر من طريقة بالمرحلة بديك تلعب اللعبي بأسلوبك مش بأسلوبهم هني ما بيجبرك على شغلي وحدي وإذا ما ساويتها بتفشل ففينا الآن أكد لك عزيز المتابع إنك لو متحمس لريد فول مشان طور القصة فطور القصة من اللي جربته جداً جداً واعد نعم لأنه إحدى الشغلات اللي أيضاً ما أخدت اهتمام بالترويج هي القصة اللعبة فيها قصة يا جماعة عكس ما يبدو لك تماماً بالعروض الترويجية والقصة انسردت بعدة طرق مش بس بالمهام الرئيسية نفسها واللي فيها سرد جداً بسيط بل أيضاً بالعالم وكيف فيه وكتير أسرار تمنيت لو كان عندي وقت أكتر لاستكشفها هذا الأستوديو عموماً شاطرين بسرد القصة من خلال العالم الانفيرومينتال ستوري تيلنج متل ما بيقولو كتير قوي عند هالستوديو ولا عجب إنه ريت فول مبدعة من هالناحية أنا كتير مبسطت بالتجربة القصصية هون حسيت نفسي ارتبطت باللعبة وحبيت أعرف عنها أكتر بمجرد ما بلشت قلقط القصة وركز بتفاصيلها لقيت نفسي منغمس أكثر بعالمها بالإضافة لوجود اللغة العربية الرائعة واللي أبدع فيها بثزدة مجدداً ولو بدك تعرف شو مستوى التعريب بريت فول فمبدئياً مستوى لا يقل عن اللي موجود بديث لوب ولو بدك تعرف مستوى التعريب اللي موجود بديث لوب فهو فائز بجائزة أفضل تعريب في حفل جوائز الألعاب العربي 2021 شو بدك أكتر من هيك؟ كل هالأمور بتقودنا للمحرك الرئيسي لريت فول ريت فول هي لعبة تصويب من منظور اللاعب لعبة شوتر يعني بشكل رئيسي وممكن تعتقد إنه لعبة شوتر بحتي ملياني أسلحة بمختلف المستويات والقدرات والأفكار الأسلحة اللي جربتها بالديمو كانت كلها تقوي وبيعتقد إنه بالنسخة النهائية رح نتعب أكتر باستكشاف الأسلحة ورح نلاقي عتاد بقدر تعبنا بالتجول بالعالم واستكشافه إحساس التصويب ممتع متطور عن ديث لوب بشكل واضح وبصراحة شيء فضيع كيف هالاستوديو تطور بهالسرعة الجنونية من ناحية ميكانيكيات التصويب قتال البشر أو الكالتست متل ما بيسمون عادة بصراحة لكن قتال مصاصي الدماء يا رجل قمي بالمتعة أيضا في قدرات خاصة لكل شخصية من شخصياتنا الأربعة ليلى على سبيل المثال واللي هي الشخصية اللي أنا جربتها عنده قدرة بتخليها اطير هيك لفوق وفي عنده درع بيحمي من أي ضربات بتجي بوجها هذا غير الألتمت اللي بيشحن كل فترة عبارة عن حركة خاصة أو مميزة بتعملها الشخصية بالنسبة لليلة فهي بتستدعي حبيبة السابق ها؟ بتستدعي حبيبة السابق لحتى يجي يقاتل معه وفي عندك أيضا شجرة المهارات اللي بتساعدك بتطوير وتحسين كل هالأمور لو تتذكروا ببداية الفيديو قلتلكن إنه ما فينك تطعن الأعداء من الظهر هذا الشي خلى اللعب ميال بالكامل لأسلوب الأكشن اللعبي أكشنية بحتي على فكرة وحطتني بمواقف رهيبة بصراحة وقتالات ملحمية مع الأعداء واللي زاد إحساس الأكشن ومتعته هو فكرة التفنيش فيه نوعيات من الفامباييرز لما بتقتلهم ما بيموتوا مباشرة لازم تروح لعنده وتفنشوا باستخدام سلاح معين حركة بتضيف الكثير من متعة الأكشن بس بتمنى إنه ما تكون مزعجة بالنسخة النهائية بشكل عام إنتوا بتعرفوني أنا من الناس اللي ما بحب استرسل بالحديث عن الجيم بلاي إلا بعد ما أععد معه أعداد طويلة واستكشف كل خبايا ففينا أععد حكي لك ساعة عن الجيم بلاي ومتأكد رح تتغير نظرتي فيه لما بتنزل اللعبة الكاملة فمبدئيا أنا شايف إنه ريد فول فيها جيم بلاي وقصة ومهام جدا مثيرين للاهتمام خلوا حماسة يزيد إلى من هالناحية وبالمقابل عالم مفتوح متواضع ونشاطات عادية وبعض المشاكل المزعجة بأساس اللعب والتقدم والاستكشاف بالعالم ففينا أقول لك إنه بعد التجربة اتحمست لأمور وأحبطتني أمور أخرى لكن الطابع العام إيجابة بصراحة ومتحمس لتجربة اللعبة النهائية واللي رح تنزل بعد العيد بفترة أصيري الله يعطينا وياكم العمر والصحة والعافي لهذاك الوقت وكل عام وأنتو بألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك الله يعيدوا علينا وعليكم بكل صحة وعافي ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال شكرا كبير لكم على المتابعة وأن نراكم إن شاء الله قريباً السلام عليكم اشتركوا في القناة